كان النبي صلى الله عليه وسلم يرهب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة قيام رمضان هذه الصلوات التي تؤدى بعد صلاة العشاء هذا قيام رمضان إذا أراد الإنسان الخير يقوم ويصلي في آخر الليل ما استطاع أن يصلي قد كان السلف الصالح يحرصون كل الحرص على أن يشغلوا أنفسهم في رمضان في الليل بالقيام وفي النهار بقراءة القرآن وكذلك في الصلاة أعمال الخير ولذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يرهب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة يعني ليس واجب ليس فرض كبقية الفروض لكنه فيه فضل عظيم والإنسان إذا احتسب عند ربه وأدى هذه الصلاة والقيام مخرصاً لله وحده فإنها تكفِّر ما تقدَّم من أخطاء نسأل الله العفو والمغفرة نسأل الله العفو والمغفرة